خلونا دلوقتي مشاهدين نروح لموضوع من الموضوعات الهامة جدا وهو احتفاء العالم النهاردة باليوم العالمي للتوعية ده بخصوص إساءة معاملة كبار السن اليوم ده تخصص علشان نتعلم فيه إزاي نحترم كبار السن إزاي نحترم المسنين تحديدا كمان وإزاي يكون عندنا ثقة وعندنا ثقافة خاصة بالتطوع علشان نساعدهم ونمدلهم إيدينا علشان خاطر يعني ما يباش فيه أي نوع من أنواع الإساءة اللي ممكن إحنا بنشوفها من وقت لآخر بعض يعني نقول الخارجين مش هنقول الكل طبعا لأنها قلة وقلة قليلة جدا لكن أحيانا بتكون مشاهد يعني مؤزية نفسيا حتى لأي شخص بيشوفها المفردات اللي إحنا لازم نستخدمها وإحنا بنتحاور حتى كمان معاهم وثقافة المجتمع تحديدا محتاجين نرسخ فيها إيه وإيه اللي إحنا نثبتها في شخصيتنا وإحنا بنتعامل مع كبار السن وإزاي نحقق المعادلة الصعبة في التعامل معاهم بدون أي نوع من أنواع الإساءة لهم هو ده اللي إحنا هنعرفه دلوقتي من الدكتور رأفة يوسف أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية اللي مشرفنا في الستوديو صباح الخير صباح الخير يعني دكتور إيه اللي إحنا محتاجينه من مفردات في المجتمع تحديدا علشان نعزد ثقافة التعامل مع كبار السن وحسن بتيدي بس بتعريف كبار السن أو مسنين يعني منظمة صحة العالمية بتقول الناس اللي اتعدت ستين سنة الأمم المتحدة دلوقتي بتقول الناس اللي وصلوا تسعة وسبعين سنة فبغض النظرة ستين أو تسعة وسبعين فهما نعتبر أننا عندنا أقليات الأقليات دول الأطفال والمسنين دايما يعني رقي الشعوب وتقدمها بيقاس بمدى التعامل مع الفئتين دول التعامل مع الأطفال وتعامل مع كبار السن حاجة ذكرت كلمة كده لطيفة فكرة الوعي يعني دايما نجاح أي دولة بيعتمد على وعي وثقافة الشعب نفسه يعني لو نفتكر مثلا رواية شهيرة زي رواية حمار الحكيم اللي كانت على التوفيق الحكيم هو كان بيكلم على دكتور أرى جملة غلط بتقول الحية السوداء علاج لكل دواء فابتدى يعالج المرضى بتوعب التعامل فماتوا هذا الطبيب كان عنده حمار اسمه سوريا كان عنده حمار حمار قال جملة صعبة وقال لو أنصفني الزمان لكنت أنا أركب لأني جاه البسيط وصاحبي جاه المركب يعني أنا حمار وأنا أدرك هذا لكن صاحبي هو حمار ولا يدرك هذا فهي فكرة الوعي يعني مشكلة الوعي أنه احنا بنلاقي أنه احنا بنعمل حاجات واحنا مش عارفين إن هي غلط ده دور مين دور الإعلام دور التربية من الأب والأم دور المدرس في المدرسة دور الخطاب الديني كل دي حاجات بتساعد الناس علاقة تكاملية بشكله لو هناخد الموضوع من منظور إداري بما أنا أستاذ إدارة إحنا عشان نعرف ننجح في التعامل مع كبار السن بغض النظر على موضوع الوعي أنا محتاج بعض المهارات زي مهارات التواصل وعلى رأسها الاستماع لأنه كبير السن ده عايز يحبر عن نفسه عايز يحس إنه لسه موجود فنلازم أسمعه مهارات زي زكاء الاجتماعي مش عايز أبقى مدب أول ما شوفك أقوله شكلا عجزت يعني حتى اللفظ نفسه أو مسألة إنه بقى واحد مثلا عنده 30 سنة وشوف واحدة 6 مهارات داية الأربعينات دخلها الخامس سنة تقول لي يا ماما فأوش عارف إن الكلمة دي قد تكون جارحة فده من ساميه زكاء اجتماعي الحاجة التالتة اللي إحنا محتاجينها هي الزكاء الانفعالي ننا نتحمله لأنه كبار السن الناس فهمة إنهما بيعانوا أكتر من أمراض الشيخوخة اللي هي الألزهايمر واللي هي القلب واللي هي السكر لكن في مرضين مهمين جدا هما أكثر شيوعا عند كبار السن اللي هو الشك والاكتئاب فأنا محتاج حد يكون عنده نوع من الزكاء الاجتماعي والزكاء الانفعالي حتى يعرف يستوعبه يمكن مسألة الصبر كمان في التعامل مع كبار السن شيء مهم جدا لأنه الناس كتير من شوفهم بيملوا وبيفقدوا صبرهم في التعامل مع كبار السن وهو آه هي مش حاجة سهلة لكن واجب علينا وهنا أعيز أتكلم كمان إنه أكيد في دور مجتمعي واجب على الشباب تجاه كبار السن حتى لو ما كانوش من أهله وهو ده فكرة التوعية وفكرة إن أنا من وانا صغير بعلم ابني مين الناس اللي تحترمهم يعني بزع الأول لما بيشوف مناظر مش لطيفة مثلا تبقى في قطر مثلا أو في أوتوبيس وراجل كبير في السن واقف ولد صغير قاعد يعني حصلت مرة معايا لكن في جنب راجل عنده بتاع 75 سنة وست قاعدة وجنبها ابنها فهو الراجل من كتر ما وتعب بيقولها معلش ممكن بس أعود مكان ابنك شواءت له ليه وأنا دفع له تذكرة فهي مش فهمة إنه هالفكرة مش كده خالص أنت بتزرعي في ابنك إيه يعني هقول لحيك القيام الإيجابية دي لازم تتزرع فيه طبعا من هو صغير احنا في الطب النفسي وفي الإدارة بنقول إنه 70% من شخصية الطفل بتتكون في أول 6 سنين من عمره غندي مين اللي عمله أمه غندي أمه كانت ست متدينة جدا ومتصوم لغاية ساعات متأخرة من الليل وكانت بتفتر لما تسمع طائر كده اسمه لوكواك ففي مرة طائر ده يعني تأخر أنه يعمل الصوت الولد عمل إيه خرج ونزل وراء البيت وعمل الصوت عشان يخليها تفتر لما عرفت ما انبسطتش وقالت له يا حبيبي رباني خليك انت خاف علي قالت له كيف يكون بصت للسماء كده وقالت يا الله كيف يكون ابني كذوبا من اللحظة دي غندي تعلم أهمية الصدق فاحنا بن ناشد بس الأب والأم يا جماعة لازم تخلوا بالكم لازم تزرعوا في ولادكم احترام الناس الضعفاء سواء الأطفال أو سواء كبار السن ولازم أعلمه في حاجة في الزكاء الانفعالي بيسموها الإمباثي إمباثي معناها أن أنا حط نفسي مكانك فتقول لي له لما تبقى أنت بتتكلم مع واحد ممكن يبقى تعبان لازم يكون عندي نوع من الصبر لازم أحطي نفسي مكانه بينسى فممكن يحكي لي قصة وبعد ساعتين ثلاثة يحكي لك نفسي قصة مرة تانية ما تحسوش بابا أو جده وما أنت ليس يلهاي من شوية فأنت بتقولي له كأنك بتقولي له أنت خلاص يعني الزكرة عندك راحت في دهية فتلاقيه مع الوقت يكراه يتعامل معاك طيب دكتور يعني مش عارف حاجة تأكد كلامي ولا ده ما بعد الثورات أصبح عندنا قدر من تراجع القيم تحديدا لأن في الماضي كان أهلنا ربونا على فكرة لما تشوف حد كبير مثلا في وسيلة مواصلات تحديدا مترو أو قاطر لا قوم علشان هو يعود مكانك أصبح دلوقتي في نوع من أنواع الندية يعني حتى أنا أعرف حد يعني بيربي ابنه على فكرة لو حد كبير رد عليك أو كلمك بأسلوب وحش رد عليه الند بالند علشان تعرف ولما حتى أنا تكلمت معك لأ علشان يعرف ياخد حقه أصلا لو ما ردش دلوقتي لما يجبر مش هيعرف ياخد حقه مع أنه ده طفل فشايف أنه أصبح فيه تراجع تحديدا ما بعد الثورات وإزاي نقدر اللي إحنا نعزز ده يعني نقدر اللي إحنا يعني نمحه ده ونعزز من ثقافتنا اللي تربينا عليها وهي برضو هنرجع للأب والأم هو الأب والأم دلوقتي للأسف أحيانا بيفهم ولادهم أنت لازم تاخد حقك هو أن أخد حق من راجل مسن يعني لو راجل كبير في السن مثلا أنت نرفز علي أو تعصب علي هو ده أخد الحق أن أنا أرد عليه فإحنا لازم يفهم الناس يا جماعة الكبير في السن ده بيعاني من مشاكل كتيرة جدا منهم الاكتئاب الاكتئاب أحيانا بتخليه عايز يلعب دور الوعز فأنا لما شوف حاجة مش عجباني لا يا ابن ما تعملش كده لا يا ابن ما تعملش كده فالناس لازم تتخيل أنه بيعمل كده عشان هو محطوط تحت ضغط نفسي موجود في اكتئاب يعني لكن هو فكرة الناد بالناد دي بتخليه في الآخر أنا كشاب صغير أو أنا كولد صغير بتعمل معارك كبير في سن كما لو كنا احنا الاتنين في نفس المستوى ده برضو ثقافة لازم نعلم الأباء والأمهات لأن الأباء والأمهات أحيانا دلوقتي ابتدوا بيمشوا بمبدأ الغابة إن أنا ابني لو طلع متربي كويس وعنده قيم فهيتاكل حق ولا ده مش كده خالص القيم والأخلاق جزء وفي حاجة تاني في شخصية البنقادم نسميها الحازم احنا بنقسم شخصية البنقادم لثلاث أنواع يا سلبي يا حازم يا عنيف السلبي هو ده اللي بتاخد حقه العنيف هو طول النهار بتخانق معناه أنا عايز واحد حازم فأنا بعلم ابني الحازم مش معناه ضعف الحازم معناه إن في الموقف ده لو رجل كبير في السن انتقدك أو زع فيك أو تعامل معك بشكل عنيف شوية لازم تقدر إنه موجود في الظروف اللي هو فيها ويمكن ده دكتور رقفت بيظهر قوي لما يكون كبار السن سكنين مع مثلا طفل في البيت صحيح الجدة أو الجدة سكنين معهم ودي أسر كتير جدا جدا بيحصل فيها ده بيكون في هنا الأب والأم دورهم بقى إنه يعني التواصل ما بين الجيلين دول ودايما زي ما حضرتك بتقول الجدة أو الجدة بيبقى عندهم شوية دور الوعز هو بالنسبة له بيحب حفيده وهو شايف إنه كده بيربيه بالطريقة المسلة استقبال الحفيد للكلام ده أعتقد إنه ده محتاج مجهود ما بين الأب والأم كمان إنهما يقدروا يوصلوا ده بص الحفيد أحيانا بيبصوا إيه كلام اللي بيقولوا جده ده كلام عبيد جدا وكلام مش منطقي ده مش كده بس ده إحنا دلوقتي وصلنا المرحلة مع التكنولوجيا والعصر اللي إحنا عايشين فيه الأبناء شايفين أباهم متخلفين فيقولك أنا بابا مش فاهم حاجة وبرضو دي رسالة برضو للأب والأم عشان ما تفقدش أولادك لازم تبقى عصري ولازم تبقى آري كويس ولازم تبقى عارفي يعني تكنولوجيا يعني ديجيتالايزيش كل كلام عشان ابني ما يوصلش المرحلة إنه يستقي المعلومات من طرف تاني بره رحيانا مسلا بيجي ابنك يسألك موما أدخل كلية كذا ولا كلية كذا تقول له يا حبيبي اللي إنت شايفه كويس يعني إيه يعني إيه مش إحنا عندنا أدوات كتيرة وعندنا جوجل عندنا يوتيوب أقدر أدخل وأقرأ عشان أبقى مصدر ثقافة كويسة للولد هي مشكلة شعوب كتيرة جدا هي الثقافة يعني ناس فهم إن أنا بعد ما خلصت كلية أقرأ ليه يمكن إحنا عندنا فالأكدام البحرية بندرس مثلا ماجستير إدارة الأعمال لأيه مثلا طالب يقول لي إيه أنا نفسي خلص بقيت أقول له تخلص إيه هو الدراسة دي مش حاجة مش هامة على دماغ إذا أنت بعد ما تخلص مفروض إنك إنت تبتدي تقرأ الثقافة من الحاجات يعني حتى إحنا بننصح بيها لكبار السن مع التقدم في السن خلايا المخ بيحصل فيها بعض الخمول بعض الدمور الإراية والثقافة والاطلاع بتقلل وبتأخر قصة دي يعني الألزهايمر بيظهر متأخر يعني ده نقدر نقوله لكل حد عنده مسنة في البيت إنه لو حدك تدينا كده روجيتها للتعامل مع المسن وإيه الحاجات اللي تقدر يعني تسعده يعني تسليه وهو قاعد في البيت لإنه يمكن مثلا بيكون الكبار راحوا الشغل الأمة أو الأب والأطفال في المدارس وهو بيقضي وقت يعني فيه نوع من أنواع إنه قاعد لوحده فلو حضرتك تقولهم إزاي يستثمروا الوقت ده من غير ما يمروا بفترات الاكتئاب أو الزهق اللي بتاحثه عندنا هرمون كاريثي شوية اسمه الكورتزول بالقل عشان عندنا بالإن ده اللي بتصنع بره الكورتزول بالقل ده هو اللي موجود في الجسم هذا الهرمون مع الاكتئاب ومع الضغط النفسي بيه على شوية إحنا محتاجين نعمل إيه نقلل هذا الهرمون ويمكن باراك أوباما في أحد الخطابات وهو اللي كان في الحكم أعتقد كان في 2010 قال إن إحنا هدفنا عشان المجتمع الأمريكي يتقدم إن إحنا نقلل هذا الهرمون عند الشعب وخصوصا عند كبار السن لأن هما دول المشكلة الأساسية بالنسبة لهم هذا الهرمون ممكن يقل إزاي لازم يتحرك بره البيت يعني بغض النظر عن الدموية والجلطات الحركة النفسية البترن نفسه بتاع المش إيدك اليمين بتتحرك مع رجلك الشمال وإيدك الشمال بتتحرك مع رجلك اليمين ده في حد زاده بيحرق كميات كبيرة جدا من الكورتزول الحاجة الثانية الرياضة الحاجة الثالثة الاستماع للموسيقى لأن الموسيقى لها دور إنها تطلع هرمونات معينة احنا عندنا أربع هرمونات للسعادة عندنا الدوبامين وعندنا السيريتون وعندنا الأكستوسين وعندنا الإندورفين حاجة مهمة جدا برضو لازم ناخد بالنا مع كبار السن التلامس يعني فيه هرمون من الاربع اللي أنا قلتهم دول اللي هو الأكستوسين ده بيطلع مع اللمس فلما يجي أحد أبويا أو أمي هذا اللمس في حد زاده بيزود هرمون الأكستوسين عنده وعندي فالأكستوسين ده عكس تماما هرمون الكورتزول وجود حيوانات أليفة في البيت وخصوصا لو أنا ومراتي برى البيت طول الوقت وأبويا أو أمي موجودين في البيت فيه حاجة اسمها البيت ثيرابي أو العلاج بالحيوانات سيجموند فرويد وهو أحد أشهر نعم نوع من الصداقة والألفة جوالبيت وحيوانات معينة يعني احنا دلوقتي في بعض الأماكن بنعالج الأوتزم أو التوحد بالخيول صحيح معظم من الناس لو كنت ذكرت سيجموند فرويد كان بيلاحظ أنه الكلب بتاعه موجود جنب المريض المريض بيبقى أكثر بدوءا دي حقيقة اليوجا والتأمل وفيه ممكن حاجة كمان نوع من اليوجا مهم جدا ممكن كان ظهر في المسلسل بتاع نيلي وشريهان اللي هو يوجا الدحك لما دونيا سمير غامد بتضحك بشكل غريب فأمي بتقولها إيه أتلاقي ده ميديتيشن أتلاقي كومبينيشن خلح حمام ده اسمه يوجا الدحك برضو ده من الحاجات مهمة جدا ده فيما يخص يعني رفع حالة السعادة تحديدا لدى كبار السن علشان خاطر ما يصابوش بأمراض الشيخوخة والزهيمر وغيرها من الأمراض والاكتئاب وده أهم كارثة عاوز أعرف من حضرتك بقى لأن حاجة ذكرت أثناء الحديث مصطلح أصل ده بابا ما بيفهمش حاجة إزاي أقدر هنا أمحي من الطفل تحديدا بعض المصطلحات اللي عززتها الأجواء اللي موجودة أو الحيالي يوميا اللايف ستايل بتاعه مع التعامل مع كبار السن وإيه هي المصطلحات اللي خليه يتعامل بيها مع كبار السن أولي لما أنا بس عشان نبقى ما احنا ماشيين بشكل إيجابي احنا محتاجين نشتغل على الجابهتين إن احنا نزود ثقافة الأب أو الجد ونزود قيم الأخلاقية عندي الطفل فأنا مقدرش أشتغل في اتجاه واحد لي لأن الطفل في حد ذاته بيتعرض لي يعني وسائل مختلفة سواء مؤثرات كثيرة مؤثرات في المدرسة فما أقدرش أقول له أنت لازم أنت اللي تبقى واخد شايل كل القصة أنا محتاجة أشتغل على الطرفين لكن أنا الطفل لو زراعتي فيه كلام ده من هو صغير إنك لازم تحترم الكبير بغض النظر وقيمة الكبير ده لازم هو يفهمها دي حقيقة قيمة وجود الكبير ده في حياته هو أعتقد أنه يعني أطفال كتير طبعا أكيد عارفة أو حاسة يعني إيه جد وجدة وبالنسبة لهم هم السعادة والهانة كله لكن هي مسألة إنه لما بنختلف لما إزاي نتعامل هو ده اللي لازم يفهم هو أنت لازم تعلميه إنك دايما وإنت بتتكلم معاه حرك نفسك وحط نفسك مكانه وفكر أنا باللوقتي ما بشتغلش وقاعد في البيت وحتى الإسم نفسه اللي بيطلق على الناس كلمة على المعايش يعني معايش يعني شخص كأنه مش عايش دي حاجات ضغوط كتيرة جدا فلازم أعلمه إزاي تتحمل جدك أو تتحمل والدك أو والدتك ده لو تزارع فيه هو صغير لكن لو هو كبير للأسف الاستجابة بتاعته هتبقى ضعيفة جدا للنقطة دي يعني زي محاك ذكرت دكتور هي علاقة تكاملية لابد كل الأطراف اللي هي تشارك فيها عشان خطر نوصل لهدف واحد في المقام الأول والأخير هو فكرة احترام المسن واحتبار كرام كبار السن ده مش هيجي من فراغ ده هيجي من البيت ده هيجي من الأسرة ككل هيجي من المدرسة هيجي من المجتمع نفسه تحديدا ومن الإعلام هي وسائل متعددة لكن الغاية بتاعتها لها أكتر من وسيلة زي ما حضرتك ذكرتها هيك نورتنا دكتور رأفة يوسف أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية بنشكر حيك فندم على وجودك معنا في صلاح الخير شكرا اشتركوا في القناة